احتقا على حرمانه من ممارسة دوره كنائب في المقلس وكذلك احتقا على انتهاك حصارته مع ناشطين الآخرين من قبل النيابة الكذائية المتخصصة التي وجهت جهاز الأمن القومي بالتقسس عليه على خلفية مشاطه الحقوقي كما تابعنا قضية مواطنة من الدرويش وحد احتفاله من قبل أجزاء الأمن في محافظة عدد عقب مشاركته في مسيرات سلمية احتقا على اعتقال بسعة اشخاص على خلفية الهجوم الذي نفذه المسلحون على أجزاء الأمن السياسي بمدينة الثواهي عدد وتابعنا قبل اعتقال أجزاء في حضر موت أربعة أطفال يوم الجمعة 2-7-2010 وهم الطفل عزام شاكر بن هامل ثمانية أعوام الطفل عادل عوض باكهيل ثاني ابتدائي الطفل أحمد عماد بن هامل الصف التاسع بدهمة رشق طقم عسكري بالتجارة بالإضافة إلى أحمد شاكر بن هامل وهو طالب يدرس الصف الثالث سنوي عند السياسي لأخيه عزام شاكر الإخوة والأخوات أنصار الحرية مع استمرار هذه الانتهاكات الرسمية يزداد قمت الحكومة وتجاهلها لكل ما يحدث من ممارسات تخالف الدستورة والقانون وكافة الرعود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن وتعمدت في موجبها باحترام الحقوق والحريات وإزاء كل ذلك نستنكر المماطلة والتلاعب بالقضية أبناء الجعاشر من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في قضيتهم والتي أصبح بعض أعضائها يتداهد أباب الضياء ندعو إلى إعطاء هذه القضية الإنسانية حقها بما يكفر إنساب أبناء الجعاشر وتبتعهم بكافة حقوقهم ندين التهديد بالتصفية الذي تعرض له الناشط السياسي الدكتور عيدروت النقيب عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس كتلته البرلمانية عبر رسالة اس ام اس من هاتف نحمول في رقم سبعة ثلاثة خمسة تسعة أربعة صفر خمسة ثمانية صفر ما يعني أنه ألغها التي تقف وراء التهديد ليست مجهولة ونعتبر هذا التهديد امتدادا لحملة التهديدات التي يتعرض لها المعارضون السياسيون ومدافع حقوق الإنسان في اليمن ونبع الأجهزة المختصة إلى التحقيق في التهديد وملاحقة الجناع ومن يقق وراءهم كما نحملها مسؤولية حماية عيدروت النقيب والحفاظ على حياته نتضامن مع النائب المستخل القاضي أحمس ديب حاشي ضد ما يعرضه من مصاري لحقوقه البرلانية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب إضافة إلى انتهاك حصانته من قبل الأجهزة المنية التي أدركت اسمه ضمن ناشطين آخرين للمراقبته على خلفية سيارتهم لبعض السكون وعلى خلفية نشاطه من حقوقه نطالب مجلس النواب لإتصال نؤسسته أولا ولحصانة أعضائه كما نحمل المجلس مسؤولية نقرأ سلي السماح للنائب أحمد سيف حاشي في الاتصال بطبيب جراء تضرره صحيا من استمرار إضرابه عن طعام داخل قاعة المجلس منذ الأحد الفائت ونطالب المجلس كذلك بالاستجابة لمطالب النائب حاشي المتمثل باستقواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن ووزير الداخلية وكذلك السماح له بزيارة السكون تبديا لدوره كعبو في مجلس النواب وفي لجنة الحقوق والحريات نقال الجهاد المفتح بتحييب المناطورات الموانحة ترويش بعد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن في محافظة حجاب ندين اعتقال قوات الأمن بمديرين أمن المقلة لمحافظة حجابات يوم الجمعة اعتقال أربعة من الأطفال وإذ نؤكد تضافنا معهم فإننا ندعو أجهزة أمن حضر موت إلى سرعة الإطلاق والتوقف عن ارتكاب الانتهاكات بحقوق أطفال كما ندعو لجهد المختصاء للتحقيق مع مسؤولية الكلقاء الأجهزة واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين وإطلاق كافة المعتقلين على خلفية خضايا الرأي ختاما نؤكد استمرار اعتصاماتنا تعبيرا عن رفضنا للانتهاكات الرسمية التي تطار المواطنين والناشطين وحتى أعضاء مجلس النوعب الذين يوثلون الشعب وردعوا مختلف الفعاليات إلى الانضمام من اقتصاماتنا واحتقاقاتنا السلمية انتصارا لحرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لحقوق منتجعين لحقوق منتجعين صامدين صامدين لحقوق منتجعين والأخوة الحاضرون جميعا في هذا المكان مكان الديمقراطية مجلس النواب ولعلكم بحضوركم هذا تذكرون هؤلاء النواب القابعون بالداخل انهم تفهم من هذا جعب من هذه الأصوات التي اتصل إلى باب المجلس لتنادي بحقوق أعضاء المجلس أنفسهم وهذه هي مفارقات كبيرة جدا أبقى المواطن ينتز حج عبو مجلس النواب هو في هذه الساحة انما تعجشمناه خيرا من المجلس في الفترة السابقة عندما كونت دجنة في قضية الجعاش ورأيتهم طابوا عن ساحة المفرية وسعيد سعادة كبيرة رغم اننا نفتقدهم ونريدهم ان يكونوا بجانبنا ولكن نعموا من اجل حقوق الاخرين وقد عدلهم حقوقهم وهذا المجلس لا لجنة وللأسف الكبير وللفضيحة الكبيرة ان نجلس نواب لا يستطيع ان ينتزل حق لمظلومين من شيخ من شيخ قسيط هو مواطن عادي لكن السلطة الفاسدة صنعت منه جبروت واسد اسد يلبس ثوب الشعر ثوب الشعر الحاملة لانك صائده الشعرية جعلت له حماية حماية اكتر من الحماية الموجودة او الحصانة الجبلوماسية الموجودة لاعبار مجلس النواب ان ما يتعرض له اوضو مجلس النواب احمد سيف حاشر من انتهاك للحقوق ما هي الا امتداد للانتهاكات الموجودة على عرض الوطن وطوله ورغم اننا نتضامن مأوه بكل هذه الحقوق الذي بهذا الضرب الذي تعرض له داخل مجلس النواب الا انه رب ضرع نابع لأنه لا يعطمس النواب ورغم انه الضحية الضحية دائما يكون هو صاحب الصوت الحر اما البقية وهي الاغربية الضحية التي تداري الفساد وتتستر على كل انواع الفساد نتمنى من مجلس النواب ان يقف تمام قضية اساسية وحقوق الشعب اليمني الذي الان يتعرض لجرع ولجوع وجع والحكومة تقوم بعقد صفقات بمليارات الدولارات لشراء الاسلحة انا اتساعد امام مجلس النواب لعل الصوت ان يصل اليهم كي يسائلوا هذه الحكومة لماذا هذه الاسلحة لمن تشترى من هي الدولة التي بجوارنا سنقوم بمحاربتها ولكن الاجابة ترد على نفسها لا يوجد عدو من هذه السلطة الا هذا الشعب وهذه الاسلحة كان الاحرى بالنظام ان يوبطها لبنى مصانع وشراء حرافات ليس لشراء الدبابات حرافات المصرح المعي بدلاً مع ان تبقى الحق والراضي هؤلاء الفاسدون كان على الحكومة ان تستجه لزراعتها ليستفيد من خيراتها جميع ابلع هذا الوطن الكهرباء 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 الذي لا يجد لقمة العال كيمة الخبز هو الذي حيدفع وأنت بهذا أنا أقول بهذا الارتفاع المفجع نحن ندفع فواتير الفاسدين الذي لم تدفع مئات الملايين من الفواتير موجودة على بجراء وغفلاء ومجراء فروق لا يصدر ريال واحد الغاز هبى سعره العالمي بربعة دولار بينما سعره العالمي سبعة عشر دولار سبعة عشر دولار قيمة المترم خعب من الغاز بينما في اليمن بوعة بأربعة دولار والبقية ذهبت إلى كيوب الفاسدين وهذه حقيقة وتطرح الآن وقد نبه إليها النائب حر صخر الوجيه الذي سيكون أيضاً البرنامج هذا الساعة العاشرة مساءً في جناس سهيل حول صفقة وفضيحة الغاز نتمنى من الجميع أن يتابعها ويتبنى هذه الفضائحة يعرف ما مدى الفضائح التي تذكر هذه السلطة الفاسدة العسكريين والمتقاعدين أيضاً لا زالوا لحد الآن الذي جامت قضيتهم حقوقية وهناك من أستغلها ووظفها بالعمل كي لا يصلوا إلى حقوقهم نتضامن معهم ونطم من مجلس مقرنية هذه القضية هناك من جديد نتضامن مع كل مرومين في ساحة الحرية